اهلا بكم ودع تونس رئيسها الراحل الباجي قايد سبسي لمثواه الأخير في الوقت الذي كانت تستعد فيه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين نهاية العام بسلاسة كانت توديع وكانت هذه الأحداث محطة أعجاب الجميع واستلم رئيس البرلمان زمام السلطة طبقا لأحكام الدستور لكن أسئلة كثيرة تطرح من بينها كيف سيكون المشهد السياسي في تونس بعد وفاة سبسي هل ستتمكن النخب السياسية من الحفاظ على خط التوافق بين العلمانين والإسلاميين الذي أرساه الرئيس الراحل وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وما موقع حركة النهضة التي تعيش هي الأخرى على وقع خلافات داخلية بسبب تركيبة قائمات المرشحين للانتخابات القادمة في المشهد المقبل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في حديثنا الخاص سيد علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة ورحب بك سيد العريض أهلا وسهلا إذن بوفاة أحد الشيخين انتهت مرحلة الشيخين أو التوافق الذي بنت عليه الخمس سنوات الماضية إلى أين تذهب تونس سياسيا في المرحلة القادمة؟ شكرا لك ولكل مشاهدي قناة العربي تذهب تونس إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وانتخابات تشريعية مباشرة بعدها وإلى تفعيل الديمقراطية التونسية الناشئة التي مؤسساتها اشتغلت بشكل جيد في هذا الاختبار العصيب وتقريبا الشعب وكل مؤسسات الدولة وكل النخاب السياسية اشتغلوا بشكل مسؤول عند أول امتحان لهذه الديمقراطية وأتوقع أن يترشع عدد من الشخصيات الحزبية وغير الحزبية وأن تكون الديمقراطية الحقيقية هي التي ستفرز الرئيس المقبل الذي نأمل أن يكون خير خلف لخير سلف المرحوم الباجي قايد السبسي اللي بوفاته زادوا التونسيين تجمعوا وزادوا قربوا لبعضهم وأيضا وجهوا رسالة لبعضهم البعض بأنه في وحدتنا حمايتنا وتقدمنا وديمقراطيتنا إن شاء الله تقول الديمقراطية الحقيقية ربما الديمقراطية كما يقول الكتاب في قواعدها البسيطة المعروفة وهي التنافس الحقيقي وليس بالضرورة الجلوس مع الفرقاء على أساس التوافق الذي بنيتم عليه المرحلة الماضية هل هذا يعني أن حركة النهضة تنوي التمايز هذه المرة حتى في الانتخابات الرئاسية؟ في الانتخابات السابقة كان هناك تمايز وكان تقريبا 27 متنافس التوافق جاء بعد الانتخابات وكنتيجة لما أفرزه صندوق الاقتراع بالنسبة لمجلس نواب الشعب لأنه لم يفرز حزب كبير وإنما أفرز زوز أحزاب تقريبا متقاربة نوعا ما وما فيش واحد قادر وحده بشيشكل الحكومة هذا من ناحية يعيث نتائج الانتخابات هي التي تفرز أنواع الائتلافات هذا من ناحية ثانية وعينا في تونس أو علق الجزء لا بأس به من مثل حركة النهضة بأننا نحتاج أن نترفق بالديمقراطية التونسية الناشئة وأن نذهب بها رويدا رويدا من خلال توفقات هو الذي ساعد وبتفاهم الرئيس الراحل الباجي هو الذي ساعد على التوافق الذي اشتغل وصار فيما يشبه المدرسة والتوافق لا يعني إنهاء الديمقراطية وإنما يعني سهولة التآلف أو التحالف في ضوء نتائج الانتخابات وتغليب التعاون والشراكة على كثرة الصدمات والتجذبات هذا كان من الماضي على كبير مخالس لعريض محلقان على مرمى حجر من الانتخابات شهر ونصف تفصلنا عن يوم الاقتراع ماذا أعدت حركة النهضة للانتخابات الرئاسية هل تضعها من قائمة أولوياتها أم بترشيح رشد الغنوشي في مجلس النواب تضع الانتخابات التشريعية على قائمة الأولويات أم ماذا بالضبط حاليا حركة النهضة تنتهي اليوم من تقديم قائماتها للانتخابات التشريعية في 33 دائرة في داخل الوطن وفي خارجه وكنا منشغلين بهذه القائمات لصعوبة إفرازها وكثرة المتنافسين وعلى أي حال نحن توفقنا بعون الله إلى أن نتقدم في كل هذه الدوائر والمنافسة لشك ستكون كبيرة والتنافس في الانتخابات التشريعية هو تنافس على الحكومة وعلى تشكيلة الحكومة ورئاسة الحكومة بطريقة غير مباشرة لما بعد الانتخابات أما الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فإنها ستنطلق في هذا الأسبوع سينطلق الإعلان عن المرشحين في هذا الأسبوع باعتبار الترشحات تقدم ما بين 2 أوت وتسعة أوت والنهضة الآن بصدد مناقشة كيف ستتصرف في هذه الانتخابات التشريعية إما أن ترشح من داخلها وإما إذا وجد مرشحون ذو وزن وأتوقع ذلك للانتخابات الرئاسية فقد تدعم أحد المرشحين الذي تراه مؤاهلا لصون وحدة البلاد وحماية الدستور والتقدم بالتجربة التونيسية هذه الأمور كلها ستكون خلال هذا الأسبوع بداية الأسبوع القادم يعني حضرتك سابقا تحدثت أن حافظ قائد السبسي أو يوسف الشاهد قد يكون الأقرب عبد الفتاح مورو في حديث خاص مثل ما الذي نتحدث فيه الآن قال لي أرشح علي العريض للانتخابات الرئاسية كثر الحديث في فترة سابقة عن رشد غنوش إيلان أنهى ربما الجدل بترشحه على قائمة تونس واحد ولكن القانون يسمح له أيضا بالترشح للانتخابات الرئاسية الآن بدأت حملة ربما داخل تونس لعبد الكريمس بيديو وكثير من الأسماء الحقيقة أنتم لا تنفون إمكانية ترشح أي شخصية بالنهاية أي سيناريوهات أقرب بالنسبة لحركة الناط وبالنسبة لعلي العريض نحن بصدد منقاشة هذه المسألة في تقديري الشخصي إذا وجدت شخصيات مستقلة وطنية وازنة تؤدي دور رئاسة الجمهورية كأحصن ما يكون فالسيناريو الأقرب على مستوي الشخصي هو هذه الشخصية الموحدة لكل الأطياف أو لكل الأطراف السياسية هذا لا ينفي أننا بصدد مناقشة موضوع حركة النهضة ولم نحسن بعد من يكون مرشحها لأننا نتحسس سنقرر إما من داخلنا ونتحسس أيضا الشخصيات المستقلة التي يمكن أن تترشح هذا الموضوع ليس فيه وضوح كافي في هذه المرحلة رفضت الترشح على قد نهضة التشريعية هذه المرة هل يعني ذلك أنك ربما تريد أن تقول أنا موجود إذا أردتم ترشحي للرئاسية لا أنا لا أتحدث عن شخصي نحن في حركة النهضة لم نرشح سابقا مرشحا لرئاسة الجمهورية وهو طور النوعي ندخله إذا رشحنا هذه المرة وهذا هو في الحقيقة مقتضى الديمقراطية هو أن الأحزاب الكبر ترشح من داخلها لكننا سنرعي أيضا أوضاع البلاد من الناحية القانونية في داخل حركة النهضة القانون الأساسي يعطي الأولوية لرئيس الحركة أي الأستاذ رشد الغنوشي للترشح إذا كنا سنرشح ولكن يمكن أيضا أن نرشح غيره إذا هو لم يتقدم للترشح لكن دعني أقول لك أننا لم نقرر إلى حد اللحظة هل نرشح من داخل النهضة أم نرشح من خارجيا لأننا نتحسس الساحة السياسية وانتهينا للتو من منقشة القائمات الانتخابية للبرلمان وبالتالي سندخل بداية من اليوم في منقشة مرشحنا للانتخابات الرئاسية سواء كان من داخل النهضة أو من بين الشخصيات التي نقدر أنها كفأة لهذا المنصب اللهم في النظام السياسي التونسي من داخل النهضة من الشخصية التي تراها الأكثر قدرة على النجاح في هذا السباق ومن خارج النهضة أيضا الحقيقة لا تحرجني أنا في هكذا حوار ونحن ما زلنا بصدد النقاش هناك شخصيات في داخل النهضة لا شك أنها قادرة على أن تكون على أن ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية الخيار سيكون سياسي بالأساس أسأل أن هذه المرحلة مناسبة لتونس ومناسبة لحركة النهضة لأن تترشح أم أن الديمقراطية التونسية تحتاج منها إلى مدة لأن ترشح فيها للانتخابات المياسية هذا سيكون داخل من الجرأة السياسية إذا أردت بعض زملائك ورفقاء في حركة النهضة كانت لهم الجرأة ليذكروا مرشحيهم حضرتك حتى تحدثت سابقا عن حافظ قايد سبسي أو عن يوسف الشاهد مورو تحدث عنك عبدالطيف المكي تحدث عن سمير ديل أو عن شخصك يعني بإمكانك أن تسمي من الشخصيات الأقرب في نظرك أو إلى وجهة نظرك لتكون مرشحة النهضة للرئاسية دعني أوضح هذا التصليح المنسوب لي أنا لم أتحدث عن حافظ قايد السبسي ولا عن يوسف الشاهد وإنما سئلته هل أن السبسي والشاهد يمكن أن يكونوا من المرشحين قلت نعم يعني لم أكن أفرق بين كان السياق هل أنه رئيس الباجي قايد السبسي أم ابنه حافظ وفي كل الأحوال من الناحية النظرية كل المرشحين يحتمل أنهم يكونوا مرشحين نهضة لأننا لا نعرفهم بعد ولكن في داخل النهضة أنا ليست لي جرأة الإخوة التي تحدثوا على مرشحين بعينهم أقدر أن في حركة النهضة مؤهلات يمكن أن نرشحها والنظر ستكون نظرة وطنية والقانون الأساسي في النهضة واضح يقدم رئيس الحركة وإن تعذر فيمكن أن نمر لغيره من خلال من يقدمه رئيس الحركة وفيها إلى هذه الحدود يمكن الحديث ما زاد عن ذلك يتناول في وقته إن شاء الله غيرتم في المكتب التنفيذي في قائمات الترشح للتشريعي ربما قدمتموها الآن ولكنها كانت مدار جدل كبير في الفترة الماضية هل هذا التغيير يأتي من منطلق عدم ثقة في اختيارات القواعد أم من منطلق أنه لديكم بالنهاية اختياراتكم مهما كان اختيار القواعد حتى إن كان صحيحا بالمناسبة صار جدل كبير حول هذا الموضوع وأحيانا فيه كثير من الغف وقليل من السمين هذا هو نظامنا الذي نشتغل عليه هو أن هناك انتخابات أولية من طرف المجموعة القيادية في كل دائرة انتخابية ثم يقول القانون بعد ذلك يتولى المكتب التنفيذي تعديل هذه القائمات وفق مقاييس معينة يراعي فيها مواصفات الشخص والمحلية التي هو منها وزنها عدد الناخبين فيها وعدد المناصرين للنهضة أي الذين انتخبوا النهضة فيها في المرات السابقة وكذلك التوازن لأن المرشحين أكثر بكثير من عدد القائمة فأي تركيبة ستجد من لا تريحه يكفي أن أذكر لك بأن الذين ترشحوا هم حوالي سبعمائة شخص بين نساء ورجال ونحن سنختار منهم ميتين وسبعتاشا شخص وحتى في الميتين وسبعتاشا شخص هذوما بطبيع الحال اللي موجودين في المرتب الأولى يعني هذا ثلث هؤلاء كمعدة العام هم الذين لهم حظوظ النجاح وبالتالي لا غرب أن تجد من بين سبعمائة شخص يعني ونقلهم من دائرة إلى أخرى أو نقلهم من رئاسة القائمة إلى ما دون ذلك يعني نحن لا نتحدث عن من خرجوا أساسا من السباق من سباق الميتين وسبعتاش بنهاية نعم هناك هذا على كل حال القانون يعطي هذا الحق في تقدير مصلحة الحركة لمؤسسات الحركة وفكرة بعض التوزيع لأنه في بعض الدوائر تجمع لدينا عدد كبير من القيادات الأساسية التي لا يمكن أن تكون كلها في نفس القائمة فاقترحنا أن نوزعها على بعض القائمات الأخرى لتكون في المواقع التي يمكن أن تصل فيها للبرلمان ولذلك تجد واحد في المرتبة الثالثة نضعه في مرتبة أولى في منطقة أخرى لأننا حريصون على أن تكون الكتلة جامعة لأكثر ما يمكن من عناصر الكفأة ومن القيادات هذا من حيث لصالح النجاعة ولصالح وحدة الحزب أيضا لكن البعض ربما فسرها تفسيرا آخرا فعدلنا عن هذا الرأي وأعدنا كل واحد في الدائرة التي هو فيها وتصرفنا وفق ما تمليه علينا مسؤوليتنا كما تعرف التنافس كبير في داخل الحزب على هذه المناصب والتنافس في أحزاب أخرى يؤدي مباشرة إلى انقسامات وإلى سياحة حزبية ولذلك تجد عدد من نواب السابقين ترأسوا أحزاب قائمات أحزاب أخرى في حركة النهضة ليس لنا هذا لكن لنا بطبيعة الحال حسيس بأن بعض الناس يعني غيروا راضين لأنهم لم يوجدوا في القائمة أو وجدوا في مرتبة لا تريحهم هذا طبيعي في داخل كل الانتخابات يعني رضى الناس في هذا المستوى غاية لا تدرك نحن نسدد ونقارب واضح والتوكل على الله بعد ذلك هل تتشاركون التخوف الموجود لدى جزء كبير من التونسيين من عدم المشاركة بنسبة جيدة في الانتخابات القادمة بمعنى عزوف الناخبين لعل الانتخابات الجزئية في باردو التي شارك فيها أحد عشر بالمئة فقط كانت ربما محرارا أو مقياسا لما قد تكون عليه الرئاسية والتشريعية لا أنا أتوقع أن تكون المشاركة محترمة جدا وذلك لاختلاف الكبير بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخابات البلدية هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن الانتخابات البلدية الجزئية معروفة في كل دول العالم تكون المشاركة فيها ضعيفة خاصة وأنها تأتي في ظرف ليس فيه استعداد جيد كما أن وقعت حملة كبيرة داخل الشعب التونسي للتسجيل وهناك عدد كبير من الذين سجلوا من جديد وأملا أيضا شابها جزء من الانتقاط على اعتبار أنها كانت معنية بالتسجيل وربما بشكل غير دقيق أحيانا لأن البعض يقول وجدت اسمي في غير الدائرة التي يفترض أن ننتخب فيها وغير ذلك وهذا بالضرورة لا يضمن بالضرورة أن نشارك كل من سجل في الانتخابات طيب دعني أتقدم معك خطوة إلى الأمام في موضوع الانتخابات تعرف أن الشعب التونسي أو جزء كبير منه لديه غضب من الحصيلة التنموية للخمس سنوات الماضية على الأقل حتى لا نتحدث عن فترة تأسيسية وهذا من أسباب التي يرجحها البعض لهذا العزوف هل تتوقع أن يتناسى التونسي هذه الوضعية صعبة اجتماعيا واقتصاديا ويذهب إلى صندق الاقتراع رغم كل شيء نعم أنا أتوقع أن يذهب التونسيون إلى صندق الاقتراع لاختيار رئيسهم والاختيار برلمانهم وبالتالي حكومتهم لأن العزوف لا يقدم بنا وهناك قدر من الوعي لدى التونسي بأن المقاطعة لا تخدم مصالحه ولا تخدم الديمقراطية التونسية والكرسي الفارغ يترك للآخر أن يفعل ما يشاء ولذلك لا أتوقع عزوفا كبيرا في الانتخابات الرئيسية والتشريعية وهناك حملات كثيرة من عدد كبير من الأحزاب وحتى المنظمات كلها تؤكد بأن الانتخاب ليس فقط حق بل هو واجب وبأنك إذا أردت سياسات عمومية في التنمية وفي الأمن وفي الديمقراطية في مختلف المجالات إذا أردت السياسات جيدة فقدم صوتك واختر الذي تراه أكثر كفاءة ونزاهة ونظافة ولذلك أتوقع أن تكون المشاركة محترمة نعم حاولتم إقصاء من اعتبرتم متحيلين باسم الديمقراطية باسم العمال الخيرية باسم الجمعيات والمقصود نبيل القروي والآن أصبح لديه حزب قلب تونس والمقصود أيضا عيش تونسي وعلى رأسه ألفة الرأس وهذا القانون بالنهاية لم يمضع عليه الباجي قيد سبسي قبل وفاته وهناك تساؤلات حول ما إذا كان الرجل رفض الإمضاء أم كان عاجزا أساسا وقع استغلال حالة العاجز تلك في خضم كل هذه التساؤلات سيترشح نبيل القروي ربما سيترشح أيضا عيش تونسي واستطلاعات الرأي كانت قدمتهم وجعلتهم على رأس يعني انتظارات أو توقعات الناخبة التونسي كيف ستتعاملون مع هذه الوضعية وأنتم تعتبرونهم فعلا متحيلين بل جزء من الشعب التونس ينظرون إليهم نظرة الريبة هذه هذا القانون الانتخابي التي تمت المصادقة عليه ليس موجها لشخص بعينه هو موجه حتى لا يقع التحايل على الديمقراطية التونسية من أي إن كان وما اشترطه هذا القانون هي الشروط التي التزمت وتلتزم بها كل الأعزاب وهو سيطبق على كل الأعزاب بما فيها حركة الناظر ولذلك إذا شعر واحد أنه مستهدف فربما لأن له مخالفات أو شيء من هذا القبيل لكن ليس هناك استهدف شخص أي المكانة النتائج سواء عمل بهذا القانون أو لم يعمل به ونحن سنحترمه فإن الشعب سيكون هو صاحب الكلمة النهائية في اختيار رئيسه واختيار نوابه آخر استطلاع للرأي جعل نبيل مقرأ هذه ليست بالانتخابات الأولى وعلينا أن نقبل نتأجها سيد العرايد آخر استطلاع للرأي جعل نبيل القروي الأول على استطلاعات الرئاسة وعطى عيش تونسي أيضا نسبة غير قليلة بل نبيل القروي قبل تأسيس الحزب كان ما يسمى بحزب نبيل القروي مرشحا أيضا لاكتساح مجلس النواب كيف ستنافسون هؤلاء وأنتم حاولتم إقصاءهم ضد ما تسميه تحيّل على الشعب التونسي الآن قد يفوزون وجزء من الشعب التونسي مستعد لا يعني أنت تسأل كأنك تقول لي ماذا ستفعل بنتائج الديمقراطية سنحترم نتائج اقتراع الشعب التونسي مصلحتنا استقرارنا ديمقراطيتنا تقدمنا هو في احترام قرار الشعب التونسي في السلطة التشريعية كما في السلطة الرئاسية وبالتالي لا مشكل لدينا وإنما نريد أن تكون هذه ديمقراطية نظيفة نفعل دائما في إطار القانون سيتقدم من يريد التقدم للانتخابات الرئاسية ولدي ثقة في وعي الشعب التونسي وفي قدرته في أن يختار الأفضل يعني حاولتم تنظيفة ديمقراطية لكنها ربما ستكون مؤمنة ورغم ذلك ستحترمونها لا لا تقول هذا الكلام لأن الحديث يعني أنت في ذهنك شخص واحد تريد أن تركز عليه وأنا أتحدث على مبادئ الشعب التونسي قادر وناضج ليختار من يراه أصلحة نحن سنحترم هذا الخيار بقطع النظر أكان الشخص هو الذي دعمناه أو كان الشخص هو الذي لم ننتخبه فالديمقراطية التونسية هكذا تسير وليه ثقة في أنه الشعب يختار الشخص الذي يثق فيه أنه مؤتما على الدستور كما كان الرئيس الراحل الباجي قائد السمسي هل ذلك نجح سيد العراد وعذرني على المقاطع بسبب دوق الوقت هل ذلك نفس الثقة ستنجحون في تحقيق النسب التنموية التي ينتظرها اليوم الناخب التونسي بعد خمس سنوات لم يتحقق فيها تقريبا شيء سوى مزيد من غلاء المعيشة وسوى مزيد من التضخم في تقديري أننا نجحنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وتقدمنا بأقدار على المستوى الاقتصادي الاجتماعي لكن منسوب التقدم التنموي أي الاقتصادي الاجتماعي ضعيف مقارنة بالشوط السياسي وهذا طبيعي لأن الأولوية كانت إلى حد ما للقضايا الأمنية وللقضايا السياسية أتوقع أن الخمسية القادمة ستكون الحكومة والعيئات المختلفة مركزة بدرجة أساسية على الجانب الاقتصادي الاجتماعي المالي ولتونس أن تقدم على هذا المستوى حتى تكتمل أركان الديمقراطية وبالتالي يكون هناك أمن ويكون هناك حريات وديمقراطية ويكون هناك رفاة وتقدم اقتصادي اجتماعي لثقة في هذه الديمقراطية الناشية إن شاء الله شكرا جزيلا لك علي العريض رئيس الحكومة تونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة بهذا نأتي إلى نهاية حديثنا الخاص شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة